ليست مارب مكانا عابرا ولا مدينة طارئة الحدوث فهي حاضرة أول وأعرق الحضارات الإنسانية على وجه الأرض والتاريخ البشري وذلك يكفي لجعلها مكانا استثنائيا ومحور ارتكاز اليمن كله في تاريخه القديم والحديث قبائلها كتلة واحدة وصلبة تحركها شيم الأصالة المتجذرة في الخلق والسلوك وهم على أجل صورة من وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك القبلي حين يتهدد وجودهم غزو خارجي أو اعتداء داخلي وأبناء مارب هو المرادف البشري للنخوة والأنفة والشموق والكبرياء الحميدة إنهم ولسان حالهم نحن رفض رافض إن مسنا ظلم ظلام بعيدا أو قريبا ومن ذا أكثر ظلما وأحلق ظلاما من الميليشيا الحوثية الإرهابية وهي تشن سنويا حولية العدوان المطعم بأحقاد السنين والإعداد المكثف على مدار عام من الحشد والأمان الخادعة ووهم قوة كذوب تكشف مارب بها شاشة ميليشياتها كل مرة سطرت مارب برجال قبائلها أولي البأس الشديد وبكل شرائحها الاجتماعية ومكوناتها السياسية وفخوذها القبلية ملحمة الجمهورية الثانية جنبا إلى الجيش الوطني وأبناء اليمن الشرفاء الذين هبوا من كل فج للدفاع عن جمهوريتهم الفاضلة والتي تمثل مارب معقلها الأخير ملاحم بطولية هي من أمهات المعارك التاريخية لولا أن التاريخ يأتي لاحقا ليقول كل شيء ويوثق هذه الوقاع الحربية نقوشا صخرية تستلهمها الأجيال القادمة في دروس الرفض والنضال في كل مرة يشن الواهمون عدوانهم على مارب يعودون من أمام سبأ بنبأ يقين ومن نبأ إلا أن مارب باتت أبعد منالا أكثر من ذي قبل وأشد منعة واستحالة ومع كل حولية جديدة من العدوان الحوثي يتوحد اليمنيون أكثر وعيا وأقوى قناعة في أن مارب هي جوهر الوجود اليمني بكل قيمه الأصيلة التي تحتفظ مارب بفهرسها الكبير وتدافع عنها باستماتة من يدرك أنه يذود عن آلاف السنين من تاريخ الإنسان اليمني الممتد على كل الأزمنة قلق اليمنيين على مارب هو قلق وجودي على أنفسهم وبلد حضاري راسخ تناوشته الحراب وسالت على أرضه أطمع الطارئين وليس إلا مارب من يعيد الزمن إلى دورته الطبيعية ويستعد اليمن من مخالب الأعداء العابرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر